من وراء الستار تحرك إيران أذرعها بأدوار ومسميات مختلفة في محاولة لإقناع واشنطن بإخراجها من قائمة العقوبات الأمريكية وإبقاء نفسها بعيدة عن أعين الشعوب التي صارت أكثر من أي وقت تناهد استمرار تدخلها في الشؤون الداخلية لبلدانهم ومع بدء انحصار تأثير نفوذها العسكري والديبلوماسي في المنطقة العراق على وجه التحديد خصوصا بعد مقتل قاسم سليماني عرى بامتدادها في المنطقة باتت إيران في مهمة بحث عن استراتيجية جديدة لإبقاء نفوذها هناك من بين مئات المقاتلين الموثوق بهم والمنضوين تحت لواء الحجد الشعبي بالخصوص راحت إيران بحسب تقرير حديث لوكالة رويترز تشكل ميليشيات سرية أقل عددا وأكثر تنظيما لمواصلة ممارسة تأثيرها هناك يحرص على تدريب تلك الميليشيات المصغرة ضباط في الحرس الثوري وتشمل تلك التدريبات كيفية استخدام طائرة من دون طيار إضافة إلى تقنيات المراقبة والدعاية عبر الإنترنت لكن مسؤولين أمنيين عراقيين أكدوا أن ما لا يقل عن 250 مقاتلا من هؤلاء سافروا إلى لبنان لتلقي تدريباتهم على أيدي مستشارين من الحرس الثوري وميليشيا حزب الله اللبناني وباستخدام طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات ظلت الميليشيات السرية بحسب رويترز تهاجم المصالح الأمريكية وحلفاءها مثل ما حدث في الهجوم على قاعدتي بلد وعين الأسد رويترز وفي معرض حادثها عن هذه الميليشيات نقلت عن مسؤول حكومي عراقي أنها أي الميليشيات الجديدة لا تخلص ولاءها إلا لفيلق القدس الإيراني القوة المسؤولة عن عملية إيران خارج حدودها الإقليمية عيسى بوسوسو الحدث